هذا القاتو للناس اللي بتتوحم على طول يعني بتكون الكهربا مقطوعة بيجي على بالهم يعملوا قاتو فرح ساوي لكم يا بالمقلاقة هلا لحن فضي كاسة ونص من اللطحين ولازم ننخلهم بما انه نحن عم نساوي قاتو او حلويات حجم الكاسة 200 ميل بسم الله وهلا بدي ضيف فوقون ثلاث معالي من الكاكو في عندي ثلاث معالي من النشا وفي عندي ظرف فانيلا وظرف بكمبودا شايفين اخواتي شو سهلة يعني ما بتاخد معنا خمس دقايق شغل وهلا بدنا ننخلهم منحط النواشف على جنب وبدنا ننضيف السوائل هلا بالنسبة لنجاح الكيك شيف ما عم ينفوش معنا ما عم يزبط معنا لانه نحن منجيب البيض من البرات فورا عالطاصة ما بيشتغل لازم البيض يكون بدرجة حرارة الغرفة هو والحليب وكل السوائل هلا بدي ضيف بطاصة تانية ثلاث حبات بيت وبدي ضيفوا عليهم ثلاثة ربعة الكاسة سكر وكاسة حليب طبعا فينا نضيف كاسة سكر وفينا نضيف نصف كاسة يعني على حسب الرغبة يا بسم الله يعني اليوم ما في كهرباء كل الشغل على ايدنا هلا بدنا نحرك السوائل كتير مني هلا شو بنا نساوي بدنا ننزلهم فوق الخليط طبعنا بسم الله طبعا لا تخافوا بيطلع العيار راس بعب معكم وهلا بدنا نحرك الخليط مع بعضه شوفوا ما شاء الله القوام بياخد العقل هلا هاي ما عد الى الشغل منحطه على جنب في عندي طنجرة الصغيرة طبعا تيفال او جرانيت ليش لحتى الكيك ما يلزق معنا ودا هنا بمعلقة كبيرة زبدة شوفوا ما شاء الله القوام طالع اكتر من دهب هلا شغلنا الغاز طبعنا عالشمعة ما بتقو عليه لحتى الطنجرة ما تلدع معكم يعني لازم الكيك يستوي على راحته ولازم الطنجرة يكون فيه الى غطاء هلا متل ما هي منغطية ومنترك الكيك يستوي على راحته بهذا الوقت بدي زبط لكم صوس الشوكولاة اللي بنحطه على وش القاتو بنفس الزبدية هلا بدي معلقتين كبار كاكاو معلقتين طحين وثلاث معالق سكر وبيدي ضيفوا عليهم كاسة ونص من الحليب بسم الله هدا اسرع صوس الشوكولاة ممكن تساويه بالبيت بطريقة سهلة وبسيطة واقتصادية هلا بدي عمل لهم تحريكة مناخد المكونات متل ما هي ومنحطها على الغاز ولازم نضلع منحركها لحتى ما تعطي تكتلات لانو ضفنا عليها لطحين واخر الشي بضيف عليهم معلقة واحدة من الزبدة بس لحتى يغلي الخليط معنا بسم الله هلا منحركهم بس دابوا اعطانا القوامل اللي نحن بدنا نطفي عليه شوفوا الغطة شلون بيتجمع عليه موي لازم كل شوي نمسح الغطة تبعنا لحتى القاتو او الكيك تبعنا ما يفروط يعني ومنرجع منغطيه منخليه على نار هذه لحتى يستوي على مهله واخر الشي منفحصه بعود لسنان هلا مننزل نكاشة سنان بقلبه ومنرفعه اذا طلعت نضيفه هيك معناتها امورنا 100% وهيك اخواتي لقاتو بالطنجرة او المقلاية صار جاهز معنا هلا ما منقطعه منخليه يرتاح خمس دقايق لحتى ما يفروط معنا وبعدين منقدمه مع بعض بس ما شاء الله ريحة الكيك اكتر من دهم شوفوا اخواتي على هالقوام يلي طالع معنا اسفنجي وكأنه مساوينه بنص الفرن هلا خلوني يزين الكونيا وبعدين منقدمه مع بعض منقطعه بالشكل يلي نحنا بدنا اياه شوفوا على هالقوام يلي بياخد العائل شوفوا لي على صوس الشوكولات والكيك يلي طالع غرام مسأسة سأسة بالشوكولات وريحة الكيك بتاخد العائل بسم الله